السلام عليكم تابعي دراما سبورت أول فوز لمحمود المواس مع نادي الشرطة بأول جولة بالدور العراقي الشرطة حقق الفوز على نادي الطلبة بنتيجة 1-0 طبعا ظهر بهاي المباراة لعب منتخبنا محمود المواس وكمان لعب منتخبنا فهد اليوسف وقدموا مباراة ممتازة جدا لكن الشي جميل أكيد بأول مشاركة لمحمود المواس سجل فيها هدف مع الشرطة وطبيعة الحال رح نحكي عن مجريات المباراة بشكل عام عن أداء اللاعبين بشكل خاص وعن وضعية الدور العراقي كمان بشكل عام يلا عب تفاصيل انت عم بتتابع قناة دراما سبورت إذا ما عم تجيك الإشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم أبدا بس إذا حطيتو أكيد ما رح نزال بالبداية قبل الحديث عن الشوط الأول والشوط الثاني خلونا نحكي عن تشكيلة نادي الشرطة تشكيلة المدرب المصري مؤمن سليمان بصراحة لي كتير تحفظات على هاي الطريقة اللي لعب فيها خصوصا بالشوط الأول يعني واللي انتهى بنتيجة واحد صفر لكن التشكيلة فيها تحفظات نوعا ما على كم لاعب فقط بحراسة المرمى أحمد باسل بالدفاع كرار عامر وفيصل جاسم ظهير اليسار مصطفى معن ظهير اليمين وليد سالم بخط الوسط شفنا عبد المجيد وعبد الرزاء أقرب للجهة اليمنى محمد قاسم والجهة اليسرى فهد اليوسف بالمقدمة شفنا محمود المواس وعلى عبد الزهرة طبعا يا شباب يعني الشوط الأول بالنسبة لي عانيت من الاكتئاب حسيت حالي عم تابع الدور السوري يعني ما شفت أي اختلاف بين الدور العراقي والدور السوري بأول مباراة بتجمع الشرطة والطلبة يعني الطلبة كمان من الأندية العريقة والتاريخية بالعراق وليس نادي ليس له شأن بالعراق نادي كمان كبير لكن إنك ما تشوف كرة قدم بطبيعة الحال استغربت خصوصا مع المحترفين الموجودين لدى الشرطة الشيش شبيه بالدور السوري عاد الملعب الجيد بصراحة الملعب المقارنة بملاعب الدور السوري كان جيد جدا طبعا الملاعب العراقية أفضل من هيك بكتير لكن هذا الملعب عم بنقول يعني بالمقارنة مع الدور السوري جيد بس الشيش الشبيه بالدور السوري كان التمريرات الخاطئة يعني طول الشوط الأول بصراحة ما شفت 3 إلى 4 تمريرات صحيحة كل لاعب عم بيعمل تمريرة التمريرة بتكون خاطئة يعني ما في لاعب مرر تمريرتين صحيحات عدا اللاعب محمد قاسم لاعب مبدع لاعب مبدع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى عجبني جدا والشي السيء بالموضوع توظيف محمد قاسم على الجهة اليمنى يعني محمد قاسم أنا اللي بعرفه بتمنى من الأخوة العراقيين اللي بتابعونا يصححوا لي هالمعلومة هل يعترى محمد قاسم بيلعب على الجهة اليمنى أو بيلعب على الأطراف أو بيلعب متأخر بالحالة الدفاعية محمد قاسم لازم يكون قريب من منطقة الصندوق يلعب كصناعة لعب لأن إذا لعب كصناعة لعب بصراحة رح يأدي مستوى خرافي بالتزديدات رائع جدا بالتمريرات لعب متحرك لعب زكي كل هالأمور يعني غريب جدا التوظيف الخاطئ لمحمد قاسم بمباراة الشرطة خصوصا بالشرط الأول وأكيد بالنسبة للجمهور السوري فالمهم جدا أنه يعرفوا أداء محمود المواس يعرفوا أداء فهد اليوسف فهد اليوسف كمان تحركات رائعة جدا الشيء الإيجابي بطبيعة الحال واللي فرحنا فيه هو الهدف الأول لمحمود المواس محمود المواس من اللعيب اللي ما عنده يعني مركز سابت يعني ما بيتمركز فقط كجناح يسار وبيرضخ للمراقبة بيتحرك للجهة اليمنى بيتحرك للجهة اليسرى بيفوت بمنطقة الصندوق لعب متحرك دائما تمركزات وصحيحة وهذا الشيء كمان فينا نعطي الإيجابية على عبدالزهرة اللي كان كمان عم بيفتح المساحة لمحمود المواس كان فيه تعاون بين الثلاثي الهجومي بشكل جيد لكن ما كان فيه صانع اللعب الجيد القريب منهم يعني محمد قاسم كان بعيد محمد قاسم بالهجم اللي قرب فيها من منطقة الصندوق مرر التمرير على مصطفى معن ومصطفى معن مررها لمحمود المواس وتسجل فيها الهدف يعني فيه أمور بسيطة جدا بكرة القدم وسهلة فأنا ما بحب التعقيدات ما بحب المدرب يستفلسف من عنده لسبب ما يعني ما بفهمه بصراحة بالنسبة للشوط الثاني فالريتم كان بطيء جدا الريتم كان بطيء لكن كنا عم نشوف هجمات الهجمات كانت عبارة عن مجهودات فردية من اللاعبين ما كنت حاسس انه فيه نوع من التكتيك بالملعب فقط مجهود فردي من اللاعب معين تزديدة بعيدة من اللاعب من الطلبة أو كرة ثابتة من فريق الشرطة يعني المجهود الفردي كان طاغي على موضوع التكتيك واللعب الجماعي بصراحة يعني حسيت بان المدربين ما كانوا عم موصفين اللاعبة بشكل صحيح وحكينا هذا الشي عن اللاعب يعني محمد قاسم بالشوط الأول الشوط الثاني مؤمن سليمان حتى اخرج محمد قاسم بالدقيقة 75 فشفنا الشرطة تراجع نوعا ما الطلبة بآخر الدقائق كان ممكن يسجل أهداف لذلك أحيانا أنا بشوف انه القراءة كانت غير صحيحة من بداية المباراة بتمركزات اللاعبين وبصراحة شديدة يعني اللاعب المتألق اللي حسيت على عكس المعلق اللي كان عم بيعلق على قناة الشباب العراقية اللي كان عم بيقول بان محمود المواسمة عم بيقدم مستوى جيد رغم الهدف فاستغربت بصراحة من هذا الرأي لأن حسيت من محمود المواسمة قدم مباراة ممتازة جدا بآخر فترة حتى يعني مع نادي بوتوشانيا ومع المنتخب كان المستوى نوعا ما ما كان جيد لكن بمباراة الشرطة كونه أول مباراة لسه عامل الانسجام مانو موجود فسجل هدف وكان رح يصنع هدف ولا أجمل على عبدالزهرة لولا الرعونة والإضاعة فمن نجوم المباراة بصراحة مصطفى معن زهير اليسار محمود المواس وفهد اليوسف وبطبيعة الحال أحمد باسل اللي أنقذ عدة تزديدات وأكتر شي أنا عجبني محمد قاسم على العموم هذا كل شي حاب أحكي عن مباراة الشرطة والطلبة طبعا اليوم اللعبت عدة مباراة بالدوري العراقي النفط واجه نفط ميسان تعادلوا سلبيا الكرخ ونفط البصرة فاز نفط البصرة بنتيجة 2-1 زاخو ونوروز فاز زاخو بنتيجة 2-1 المباراة الأخرى رح تقام بكرا إن شاء الله القوة الجوية مع القاسم أمانة بغداد مع الكهرباء نفط الوسط مع سامراء الميناء مع أربيل والزوراء مع الصناعة على كل حال أتمنى تكون تغطية إيجابية ما بوعد الجميع بإني رح أغطي الدوري العراقي بشكل مستمر لكن إن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان ونغطي بعض المباريات الكبيرة وهلا يا شباب بعد ما حكينا عن المباراة رح جاوب على سؤالين السؤال الأول من الأخ وأوم من الأفضل أو من تفضل أن يكون أساسي مع المنتخب العراقي في المباريات القادمة مهند علي أو علاء عباس ومن يعجبك طريقة لعبه أكثر بالنسبة للأساسي مع المنتخب العراقي فأكيد هذا قرار من أدفوكات نحن كيف عم نحترم مدربنا وعم بنقول بأنه حرب اختياراته فأكيد لازم نحترم مدرب منتخب العراق أدفوكات وأكيد حرب اختياراته اللاعب الأجهز هو اللي لازم يكون الأساسي بعيدا عن الاسم مهند علي علاء عباس علاء عبد الزهرة أي لاعب مهاجم بالعراق إذا ما كان جاهز مية بالمية وما عم بيأدي قبل المباراة بخمس مباريات إلى ست مباريات بطريقة جيدة فما لازم يلعب بغض النظر عن الأسماء فهون يعني أنا بصراحة اللاعب الأساسي اللي لازم يلعب مع المنتخب العراقي هو اللي لازم يختاروا أدفوكات بناء على الاستمرارية بناء على التركيز بناء على الجهوزية أما مين يعجبني طريقة لعبه فبصراحة أنا بحبه لمهند علي لكن علاء عباس ما هو لاعب سيء بصراحة يعني والفارق اللي عم شوفه بين علاء عباس ومهند علي بين علاء عباس لاعب تمركزه بحس أنه أصح من تمركز على مهند علي مهند علي بيلعب بالقرينتا يعني القرينتا موجودة لدى مهند علي أكتر من علاء عباس علاء عباس أحيانا بتحسه خارج المباراة بشكل كامل لكن بهجمة ممكن يسجل هدف أما مهند علي دائما بتحسن وموجود بيحاول يعمل هذا الشيء بيعطيك طاقة إيجابية فهذا هو الفارق لكن كمهاجمين أكيد جيدين جدا بس إلى الآن ما فينا نقارن أي مهاجم خلال الفترة اللي أنا تابعت فيها المنتخب العراقي بال2007 أو بال2005 بيونس محمود إلى الآن لم يظهر هذا المهاجم اللي صاحب الاستمرارية وصاحب الرصيد التهديفي على كل حال منتمنى التوفيق للاعبين بشكل عام هو أن الأخ عمر عم بيسأل سؤال جانبي سؤال أخداني شو بتحب ابنك يصير لما يكبر هل تريده هل لاعب كرة قدم أكيد بيتمنى يكون لاعب كرة قدم لكن بالنهاية القرار بيكون له وليس لي شخصيا يعني كنت حابة بيكون لاعب كرة قدم وبالنهاية اخترت طب الأسنان بسبب المال فبالتالي موضوع الحلم هو أكيد لازم يقرر مصيره بإيده أي شي بيختاره رح كون معه بده يكون لاعب كرة قدم خليه يكون لاعب كرة قدم رح سانده رح أدعمه رح أعمل كل المستحيل كأب لحتى يكون لاعب كرة قدم ما بده يكون لاعب كرة قدم أو ما عنده الموهبة أو مو حاسس بأنه خرج يكون لاعب كرة قدم أكيد ما رح أجبره على هذا الشي بالنهاية الإجبار ما رح يفيد بأي شي إذا ما عنده الموهبة وإذا ما عنده الحب لهاي اللعبة أتمنى أعجبكم الفيديو تكونوا بصحة وخير وسلامة